بدأت العراقية هبا فوز مشروعاً صغيراً قبل نحو أربعة أعوام مستفيدة من مهارتها الفنية في الرسم على منتجات الزجاج بدأت الفنانة العراقية مشروعها بين العائلة والأصدقاء ثم توسعت لاحقاً من خلال بيع أعمالها الفنية على منصات التواصل الاجتماعي تستخدم هبا فوز الموظفة بالحكومة العراقية مهرتها الفنية في الرسم على منتجات زجاجية ويعتبر ذلك بالنسبة لها هواية ومصدر دخل تحتاجه بشدة في آن واحد وبدأت هبا مشروعها الصغير قبل نحو أربع سنوات أولاً بين العائلة والأصدقاء ثم توسعت لاحقاً من خلال بيع أعمالها الفنية على منصات التواصل الاجتماعية أروج نفسي من خلال التواصل الاجتماعي عن طريق الأنستة أو عن طريق الفيس الأنستة مثلاً من أعرض عليها المنتجات من يشوفها ينعجب بها يطلب من عدها شخص يطلب من عدها شخصين من يشوفه مثلاً شخص جاي شون قل مثلاً يزور ناس شاف الشغلة عن الميز عجبتها هاي منين هشكتش عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق الناس نفسي وتعشق هبة وهي أم لطفلين وشاركت في العديد من المعارض أن تعكس التراث الثقافي لبلادها في أعمالها الفنية بما في ذلك التصاميم المستوحى من الشرفات التقليدية مع الأعمال الخشبية المزغرفة في المنازل القديمة اشتغلت عدة معارض يعني وعدة بازارات طلب البازارات والمعارض اللي هي للتراث أرد مثلاً بغداديات على شناشيل على شغلات يعني تراثية يعني مثلاً هسهاي أجيبها ألونها لون كامل حسب اللون الهسهاده لون فيروزي وأرسم عليها البغداديات مثلاً بغداديات وطعمتها بالشناشيل وتراغ هبا فوزي لأعمالها التي تبعوها لعملائها من خلال مواقع التواصل الاجتماعية حيث ترى أن الرسم على الزجاج بالنسبة لها تجارة وفن وأكثر شيء تحبه الرسم على الزجاج بالنسبة لي تجارة وفن وأكثر شيء شغلة أحب يعني أنا وقت ما أضوج أقعد لو أرسم لو أرسم على الزجاج برغم أني موظفة بس يعني أكثر شيء أنا أقول لك يا صراحة المعيشة مالتي أنا وأطفالي على الرسم السجاج